بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب المبين إما جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أمي الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أو كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزعون فأهلكنا أشج منهم بطشا ونظامة الأولين ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الكلك والألوان ما تركبون لتستهروا على ظهوره ثم تذكروا نعمة عبكم إذا استعيتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرمين وإنا إلى ربنا لمنطلبون وجعلوا لهم من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يحلق ظلات وأصفات بالبنين وإذا مشر أحد بما ضعب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومين من الشهر في الحرية وهو في الخصان غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إذا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يحرصون أم آتيناهم كتابا من قبره فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إنا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا ولا آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم بي كافرون فانتقمنا منهم فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين واجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحسن وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرية العظيم أهم يقسمون لنا رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضا فوق بعض درجات ليتخذ بعض بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس إنة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرغا عليها يتكعون وزحرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن ياشعن ذكر الرحمن نطيب له شيطانا ومن ياشعن ذكر الرحمن نطيب له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين وليه ينفاكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العباد مشتركون أفأنت تسمع الصلم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقنون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم واقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صعاق مستقيم وإنه لبكر لك ولقولك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختياء وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادعو لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر هذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاده به فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترمين فاستخف قوله فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فاجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قولك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هم ما ضربوهنك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إنه وإلا عبد أنعمنا عليه واجعلناه مكلا لبني إسرائيل ولو نشاء نجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تنترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيرون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فغيل للذين ظلموا من عذاب يوم الأليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ الأخلاء يومئذ بعضهم بعض عدوه إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وترد الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكية كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خاردون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الضعلمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم بالحق كارمون أم أبرموا أمرهم فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عن ما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومه الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دوني الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون